قناة مركز النيني لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها تقدم سلسلة كالأغلان حب القراءة ذات صباح حلت ابتسامة الربيع على وجه الأرض كانت الأزهار تزيم السهول والحملان الصغيرة ترتع في المراع الخضراء وتعطر الثرى برائحة كالمسك وكانت الفراشات تطير بمشاط وحيوية ومثلها أنواع النحل والطيور كافة هذا هو الحال في الخارج أما في بيت القروي الفقير فقد كانت تنهمر دموع الفرح لقدوم مولود جديد توجه أبواه بالشكر إلى الله لأنه وهبهما طفلا معافا جميلا وأطلق عليه اسم كالأغلان أي الولاد الأقرع لأن رأسه لا شعر فيه نشأ كالأغلان طفلا نشيطا طيب القلب يلعب مع أقرانه طوال اليوم يتنقل بين الجبال ويجوبها صعودا وهبوطا كان أكبر أحلام أمه الطيبة أن يتعلم ابنها ويصبح يوما ما من أهل العلم إلا أن ابنها كالأغلان ولد له ليس لديه أي اهتمام بالقراءة والكتب وما إن تفتح والدته هذا الموضوع حتى يجد حجة يتهرب بها من الحديث عنه دارت الأيام وانقضت السنوات كبركال أغلان وحان وقت الذهاب إلى المدرسة فاشترت له أمه قلما وكراسة واختارت له زيا مدرسيا مناسبا ولكن عقل كالأغلان كان لا يزال مجغولا بالله والعب يقضي يومه كله كما يحلوله وأمه المسكينة ترقب هذا الإهمال وهي تشعر بالحزن وتقول لن يتعلم هذا الطفل وليعقل أبدا أما كالأغلان نفسه فلم يكن يرى ضرورة في الذهاب إلى المدرسة بل كان سعيدا بما هو عليه وكان يخضع والدته ويمارس كل الحيل التي يعرفها لكي لا يمسك بالقلم فعلت أمه الطيبة كلما بوسعها لتعليمه ولكن كالأغلان لم يستجب وفي يوم من الأيام جاءت مكتبة متنقلة إلى القرية وطار أطفال المدرسة من الفرحة وأخذوا كتبا متنوعة وقرؤوها وكانوا كل يوم يقصون على بعضهم ما كانوا يقرؤونه في هذه الكتب كانوا كلما قرأوا تعلموا وكلما تعلموا شعروا بالسعادة أكثر فأكثر وتدريجيا بدأ كالأغلان يشعر بنفسه وحيدا بين أصدقائه فلا هو يفهم ما يتحدثون عنه ولا هو يعرف قصصا جديدة فيقصها عليهم هل يستوي من يقرأ ومن لا يقرأ؟ هل من دواء لهذا الداء؟ بقي الطفل كالأغلان جاهلا ومحبا للعب فلم يستطع أن يساعد أمه المسكينة عند مرضها ولا هو استطاع أن يبلي بلاء حسنا في البيع والشراء فأينما يذهب يعرف من يتعامل معه أنه أمي لأنه لا يستطيع أن يقرأ أو يكتب ولو كلمتين تألم لأميته ونفيد صبره وتذكر كلمات أمه الحنون سوف تندم يا قرة عيني لا تطع هواك ولا تجري خلف رغباتك ذات يوم أمسك كالأغلان بيد والدته الطيبة وقال علميني يا أمي أشعر بالخجر من أصدقائي وقد أصبحت سخرية لهم أن لقلب الأم أن يحتمل هذا الأمر جرت أمه بسرعة إلى المدرسة وتحدثت مع المعلمين والتحق كالأغلان بالمدرسة على الرغم من تأخره وبدأ يذاكر دروسه ليل نهار وألف القراءة خلال فترة قصيرة فكان أينما عثر على كتاب يقرأه ويقص ما قرأه من الكتب على أصدقائه لقد أصبح ذرة أمه والأول في فصله أصبح كل أبناء القرية يحترمون كالأغلان ويعجبون بهمته ويصطف عند بابه من لا يعرف القراءة والكتابة ويملون عليه رسائلهم وطلباتهم ليكتبها لهم ذات يوم حلفة يافع ضيفا على منزل كالأغلان ووالدته الطيبة ورجاه قائلا أنا أعمل في الشارع الجانبي وأريد أن أبعث إلى أمي برسالة ولكني لا أعرف القراءة والكتابة فهل تساعدني؟ أبدا كالأغلان ترحيبه بكتابة الرسالة وهو مندهش جدا لعدم معرفة الفتى بالقراءة قال الفتى أشعر برغبة شديدة في التعلم ولكني لم أستطع أن أبوح بهذا لأحد فوالدي فقير جدا ولم يكن يرغب في تعليمي وقال لي سوف تعمل لتعتني بالبيت بكيت طوال تلك الليلة وحاولت بعدها أن أتعلم بنفسي ولكني لم أستطع وها أنا ذا قد هرعت وجئت إليك حزن كالأغلان كثيرا لأمر الفتى وتوجه بالشكر إلى الله أولا ثم إلى والدته ثانيا فالقراءة نعمة عظيمة ثم قال بالطبع سأبدأ بكتابة الرسالة إلى أمك الطيبة أساسا لن تأخذ الرسالة أكثر من ثلاثة أسطر إلى خمسة ولكن لا يصح أن تترك الأمر على ما هو عليه فالذي يريد أن يتعلم عليه ألا يبقى من دون حل في تلك الليلة هرب النوم من عينيك الأغلان لتأثره الشديد بحالة الفتى فخرج إلى الحديقة في منتصف الليل يتمشى فيها ويقدح فكرة وظل يفكر ويفكر حتى الصباح عند الصباح توجهت أمه إليه وقالت آه يا ولدي الحبيب بما أنت مهموم هذه المرة لقد أقلقتني أجابك الأغلان كوني صبورا يا أماه خطرت في بالي فكرة لم يكمل قوله وانطلق إلى الشارع حتى فطوره لم يستطع أن يتناوله من شدة التأثر والانفعال هورع إلى المدرسة ولم يستطع أن يلتقط أنفاسه إلا عند بابها وما إن وصل حتى التقى معلمه وقال فورا آه يا معلم العزيز معلم المخلص الذي يعلمنا كل ما جهلنا أحتاج إلى مساعدتك فلا تخذلني استغرب المعلم وقال أقبل ياك الأغلان اهدأ وأخبرني عن مشكلتك وكن واثقا بأني سأساعدك أجابك الأغلان قائلا كنت أميا فيما مضى ولا أستطيع أن أقرأ ولو كلمتين وكنت أشعر بالخجل الشديد ولا أستطيع الاختلاط بالناس والآن ما إن أرى إنسانا أميا حتى يصيبني غم شديد قال المعلم وأنا أيضا أعرف أن العلم نور وأشعر مثلك بالأسف الشديد على الذين لا يستطيعون القراءة قال كال أغلان ما دام الأمر هكذا فلنتعاون ولنعمل معا على إنقاذ القرية من الأمية بدأت الدروس الليلية في المدرسة منذ ذلك اليوم ولم يبقى في القرية عامل ولا طفل ولا امرأة ولا رجل إلا وتعلم القراءة والكتابة وحظي كال أغلان ومعلمه بدعوات كثيرة بالخير والبركة هيا يا أطفال تعلموا القراءة جميعا واحرصوا على أن تكونوا متعلمين أصحاب قلوب طيبة فلربما تمرون يوما على قرية كال أغلان وتسمعون الكثير الكثير عن حكاياته موسيقى للمزيد زوروا موقعنا ترجمة نانسي قنقر